أعتقد أن الإشكال الكبير حقيقة في هذا الملف العالقين المبلغ الذي ذكرناه في الحلقة الماضية 147 مليون دولار أعتقد كانت كافية جدا لتحسين الأوضاع الصحية داخل البلاد والتعامل بشكل أيضا أكثر مسؤولية مع هؤلاء العالقين يعني أعتقد أن المبالغ التي تم جمعها يدخل فيها هؤلاء يعني هؤلاء أصلا ضحايا لموضوع كورونا وبالتالي يدخلون بشكل أو آخر كان يمكن أن يكون هناك محاجر صحية كان يمكن التعامل مع هؤلاء أيضا من خلال التعامل الإيجابي على الأقل حتى وهم على الحدود مثلا مرابطين كل ذلك على كل الأسف الشديد لم تستطع في تقدير الحكومة في القرطوم أن تسخر المبلغ بشكل على الأقل وهذا قال طبعا حميدتي يعني لاحظنا كيف أنه قال هناك أموال ضخة ولكن لم يتم التعامل معها بشكل يعني صحيح طبعا أنت الآن سمعت الأخت أم مظفر هي تقول بأنها الآن هم بأموالهم ولا يجدون طريق أن يعودوا إلى السودان يعني هي قالت بالنصر قالت يعني أنا من الأفضل أن أدفع قروش وأرجع إلى السودان أفضل من أبقى في مصر وأصرف قروش فيها هذا الإشكال المحير يعني حتى يعني أنت بحقت وما لاقي حتى لاقي متين نعم هي ما يعني يبدو والله أعلم الصدمة الأولى التي أصابت وزارة الصحة وأصابت الدولة السودانية فيما يتعلق بالطائرتين أعتقد أن هذا سيطر سيطرة كاملة على صانع القرار في الخرطون بحيث لا يستطيع أن يوجد أي شكل من أشكال البدائن وإلا في تقديري الآن استمعنا تقريبا لعدد من الذين تكلموا في الهند مثلا وفي القاهرة في أكثر من دولة على كلين يقولون الله نحن جاهزين جاهزين ندفع الطيران جاهزين ندفع الحجر جاهزين ترجمة نانسي قنقر